لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا لَبَيْكَ لَا لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُرْكَ لَا لَبَيْكَ أمي أمي لماذا هذا الازدحام الكبير؟ إنها وقفة عرفات يا ولدي انتظر قد نرى أباك الآن وسط هؤلاء الناس أبي ماذا يفعل هناك؟ ألا تعلم أنه يؤدي فريضة الحج هذا العام؟ بلى أعلم ولكن هل يقف الذين يذهبون إلى الحج في هذا المكان؟ نعم يا ولدي هذا المكان اسمه جبل عرفات وهو في مكة المقرمة ومن لم يقف بهذا الجبل في يوم التاسع منذ الحجة فلا حج له إذن أبي صائم مثلك اليوم هناك؟ لا يا صغيري كل الناس يمكن أن يصوموا في هذا اليوم معدى الحجاج لأن الصوم مشقة عليهم لماذا لم أصوم أنا أيضا؟ كنت أريد أن أصوم مثلك ولكنك لم تسمحي لي أنت لا تزال صغيرة ولكن لا تقلق فعندما تقبر قليلا ويقوى بدنك الضعيف هذا سأجعلك تصوم رمضان كله وستة من شوال ووقفة عرفات وكل ما تحب أن تصوم وساعتها لا تقول لي أنا لا أستطيع لن أقول هذا أبدا متى سيعود أبي من الحج يا أمي؟ أبوك سيرجع إن شاء الله بعد العيد وأيام التشريق الثلاثة التي بعده ومن سيذبع لنا الأضحية هذا العام؟ جدك أرأيت الكبش الكبير الذي اشتراه أمس؟ نعم رأيته إنه قوي وكبير وقرونه طويلة وكاد ينطحني وأنا ألعب معه لا تقترب منه لكي لا يجرحك بهذه الكرون الحادة هل سنأكل هذا الكبش كله وحدنا يا أمي؟ لا يا ولدي سيقسمه جدك ثلاثة أقسام قسم يوزعه على الفقراء والمحتاجين وقسم يهديه للأصدقاء والمعارف وقسم لنا نحن نأكله إذن أذهب الآن لأجهز ملابسي وألمع حذاء الجديد استعدادا للعيد لتنتظر حتى أضع لك رباط الحذاء فيه ولتتصل أختك بالكواء ليحضر الملابس بسرعة وكل عام وأنت بخير يا صغيري وأنت بخير يا أمي